اعتمد المجلس العالى للطاقة في اجتماعه عددا من الاجراءات التنفيذية لمعالجة اوضاع الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة ووفق المجلس على مصفوفة مسارات اصلاح قطاع الكهرباء والاجراءات المتخذة وفقا للضوابط والشروط في اتفاقية منحة دعم الموازنة بناء على عرض وزارة الكهرباء والطاقة واكدت المصفوفة على رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية عبر التحول لتشغيل من وقود الديزل الى وقود المزوت وكذلك متابعة نقل وتصريف الطاقة ومتابعة خطوط النقل والمحطات التحولية في محافظة عدن